أتعشق مثل الربى والشجار فاتهدي الضياء لها يا قمر أتعشقها أمرثيت لحالي فاجئت تشاركني في السهار أتعشق مثل الربى والشجار فاتهدي الضياء لها يا قمر أتعشقها أمرثيت لحالي فاجئت تشاركني في السهار أعزك أني مقيم الرحال فسيح الخيال البعيد النظر نقيم ونحسب أن نقيم وأيامنا كلها في سفر وتخدعنا بهرجات الحياة فنصح على يومنا المنتظر أيا بدر عندي أحاديث شتى سأنقل منها الأعز الأغر سأخبر عنها وفيها الوفاء وفيها الحنان وفيها الضفر وفيها دموع تحاكي المطر كأنك تعلم منها الكثير وأنت تحيط ببحر وبر لقد عشت يا بدر دهرا طويل وعاشرت من أهلنا من غابر فقل لي بربك أخبرهم وأحدث بها خبرا عن خبر فأبدى اشتياقا لهذا الحديث وزدأت لاقا يسر النظر وقال أتعني الرسول الكريم أتعني الصديق أتعني عمر أتعني الرجاها الأمات الظلال وأحيى بهدي الكتاب البشر أقول وقد شهدت بقلتاي جليل المعاني وأسمى العبر أولئك من سطروا للعولى أجل الصفات وأعلى السير رسول أبي كريم الطباع وأصحابه حوله كالدرر تنام المعاني على طرفه وتصح على صوته في السحر شباب الهدى قد بنت أمتي عليكم من الأمل المنتظر سنوحا تقاوم عصف الظلام وتهزأ بالفسق النظر فهل أجعلتم لبنيانكم أساسا من الحق يأب الطرر ومن لذن الله في دربه كفاه المهيم من كل شر يا عز على المرء أن لا يرى شباب الهداية يأم الخبر ويكره قلبي دليل الخطى فتن بين الترى فيه محتقر فتنحطم الكفر أسلفه فحطمه الكفر لما هجر أبى أن يطبق إسلامه وكان على قمة فانحدر واشر المصاتب يا إخوتي دليل وقد كان بلا النظر شكرا